نشغل الدور التمهيدي بس اتحاد منستيري بس الحقيقة اي ممكن كان بداية بداية رائعة الميستر كولور اجمالا بس شايف السيزن ده كورة الاهلي مع كولور ازاي يعني ايه اكتر حاجة عجبك في الراجل اكتر حاجة حاسيت انه ساب بصمة فيها على فريق نادي الاهلي او اتطور فيها كورة النادي الاهلي مع مرسال كولور بص يمكن انا شايف ان هو كان في بداياته ما كانش الامور بالنسبة له سهلة مع اللعيبة اللي كانت متاحة او اللعيبة اللي اشتغل معها كانت فيه مشكلة في الفترة الاولانية هتلاقيه معظم الوقت مسبب تشكيل ما كانش لسه حافظ امكانيات اللعيبة اللي موجودة يمكن انا شايف مع الوقت ويمكن كان بدايةها فعلا تصفيات افريقيا فكانت الامور بالنسبة له بدأ يحط كل العيب او يوظف كل العيب في المكان اللي هيقدر يتميز فيه فيمكن ده انا شايف ان هو بدأ يشتغل حتى مع الفرق بشكل تدريجي فبدأ المستوى يعلى بعد فترة فانا شايف حتى لغاية لما وصلنا الكاس العالم اه لا يعني فيه فيه امور كتيرة جدا فنية انا بالنسبة له انا بتفرج على النادي الاهلي حسيت ان هو فكره بدأ يختلف مش مش ده اللي بدأ مع النادي الاهلي الدوري ومش ده اللي بدأ المتشاط اللي قبل كاس العالم كمان انا شايف ان هو في كاس العالم يعني كان عنده مرونة كبيرة جدا مع اللعيبة ومرونة تكتكية جوه الملعب ففكرة التدوير اللعيبة وفكرة ان انا النهاردة بلعب بتلاتة والتلاتة المتش اللي بعدي بيختلفوا وعندي ان انا اقدر ادخل عناصر وانا رأيي هو نجح في الفترة دية ان هو قدر يجهز لعيبة كتيرة جدا تقدر تلعب في اي وقت وخاصة ان هو يعني يعني فكره في فترة اللي فاتت كان يعني كان ايه ما كانش بفكر في كاس العالم بس يعني هو كان بفكر طبعا بطولة مهمة ان انت تحقق فيها ميداليا لكن هو ادر ان هو يجهز كل اللعيبة عشان بقيت المسلم كله عشان الفترة اللي بعديها ان انت عندك الفترة اللي بعديها صعبة طبعا صعبة جدا وقته قليل جدا ايه عايز اعرف يعني قياسا على اخر مواجهات الاهلي هناخد البطولة دي نقيس بيها مستوى الاهلي او الكيرف اللي وصل له النادي الاهلي مع مستر مرسال كولر شايفوا ازاي بالنسبة واحنا راحين لمنافسات دوري الابطار وشايفوا ازاي كمان بالنسبة للمطولات المحلية دوري وكاس بص انا شايف ان النادي الاهلي وصل للكيرف اللي هو العالي المرحلة اللي هي لعب فيها الاربع مبارات بتوعها كاس العالم الاندية انا شايف ان اداء الفرقة تطور بشكل كبير جدا شخصية النادي الاهلي بدأت ترجع في ان انا مش مستعجل وان انا عندي نسبة هدوء جوه الملعب وعندي ناس بتبدأ تطبق فكرة التدوري الكورة وان انا مساحات قريبة وان انا حتى بعد ما بفقد الكورة بصخلصها فقال لوقتي ممكن فانا شايف ان الحاجات دي كلها مكاسب للفرقة وان اللعيبة بدأت تركز ان انا عايز حافظ على مكاني وان انا عايز استمر في ان انا اكون مشارك بالصفة اصيصية مع الفرقة وبدأ يبقى فيه تنافس ما بين اللعيبة وبين بعض داخل الفرقة انا شايف كل ديت نجاحات لمستر كولر الفترة اللي فاتت ويمكن دي يعني انعكست على الاداء جوه الملعب الشكل بأفضل فكرة ان انت بتفرض شخصيتك على اي حد دي كانت موجودة طبعا مع اختلاف المدارس واختلاف الامكانيات الفرق اللي انت بتلعبها انت قدرت تجاري الناس ديت وقدرت ان انت تطبق فكرك ان انت قدرت ان انت الفكرة اللي انت كنت بتحاول تطبق كل ماتش لا يعني اتنفذت بالنسبة كبيرة مع اختلاف طبعا يعني انا شايف ان في ناس بدأت لا انا احنا كان رأينا ان هو يلعب بالتشكيل اللي هو الفول تيم اللي هو لا انا محتاج ان انا اخذ البطولة انا شايف حتى يعني حتى في المباراة الاخيرة فكرة لما ينزل خلاة عبدالفتاح ولا مروان عطية ولا ورا ياسر ابراهيم انا شايف ان دات مش مش ما عملتش ارتباك جوه لا بالعكس الحقيقة انا شايف ان بشكل اكتر من رعا وانا بحيي اللعبة دي كمان ان هي في ظل الظروف دي طبعا وظل الضغط العصب اللي كان موجود فيه والمنافسة ماتش الهلال صعوبته في ايه كابتن ابو المجد ماتش الايه ماتش الهلال السوداني صعوبته في ايه من وجهة نظرك سيناريو الماتش صعوبته في ايه من وجهة نظرك وهل تشوف انه الاهلي قادر يرجع ب3 نقاط ولا نقطة واحدة في الجوهرة الزرقاء تكفي زي ما بيقولوا بص انا شايف ان صعوبة المباراة ان هي كبداية مشوار النادي الاهلي خارج خارج ملعب اه خارج الملعب اتوقع ان السيناريو يبقى مشابه لماتش الاتحاد الملسيلي اللي الراجل راح فيه لعب ضغط وهاجم اتحاد الملسيلي في ملعبه وصه جمهوره ولا سيناريو الهلال مختلف بص انا هقولك على حاجة انت الفترة اللي جاية هتلاقي الناس عاملة حساب للنادي الاهلي بشكل كبير جدا بعد كاس العاملان دي انا شايف ان ده هو اللي هيصعب فكرة ان اللعيبة او الشكل اللي كان علي النادي الاهلي لما هتروح تلعب اي فرقة في المجموعة هتبقى عاملة لك هتبقى اهم ماتش لها في السيزن كله هتتبقى اهم ماتش بشكل كبير جدا مهم جدا ان انت بإذن الله تحقق اول فوز ليك وخاصتا يبقى برا الخاهرة هيبقى ويريح حسابات المجموعة جدا نفسك ترجمة نانسي قنقر